قام سعادة الفريق أول ذاكر حسنوف وزير الدفاع جمهورية أذربيجان يرافقه السعادة اللواء الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع الصباح اليوم بزيارة إلى الخدمات الطبية الملكية حيث كان في استقبالهما اللواء بروفوسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وخلال الزيارة استمع سعادة وزير الدفاع أذربيجان إلى إجازة عن التطورات الكبيرة التي تشهدها الخدمات الطبية الملكية ثم قام بجولة في المستشفى العسكري واطلع على أحدث التقنية الطبية المتقدمة والتجهيزات العلاجية الحديثة وشاهد عددا من أقسام الرعاية الصحية المتطورة كما قام سعادة وزير دفاع جمهورية أذربيجان يرافقه سعادة وزير شؤون الدفاع بزيارة للمتحف العسكري لقوة دفاع البحرين حيث كان في استقبالهما العميد محمد قطام الكبيسي مدير الإعلام والتوجيه المعنوي وعدد من الضباط واطلع سعادته على محتويات المتحف وما يحتويه من لوحات تشكيلية تعد سجلا للتاريخ العسكري البحريني وصورا لمسيرة تطور قوة دفاع البحرين التي مرت بها منذ مرحلة التأسيس الأولي في أواخر الستينات من القرن الماضي وحتى الآن كما تجول وزير دفاع جمهورية أذربيجان في قاعة حكام البحرين واطلع على ما تحتويه القاعة من مقتنيات وتجول في قاعة القلاع التاريخية وقاعة الوثائق التاريخية وقاعة الخيلة العربية الأصيلة وقاعة الأسلحة الفردية القديمة بالإضافة إلى قاعات القوات البرية والجوية البحرينية التي تعرض مسيرة تلك القوات وتاريخ نشأتها وما تشهده من تطور بأحدث المعدات والأسلحة والمنظومات وقاعة المنابس العسكرية والأوسمة بالإضافة إلى القاعة التي تبرز مشاركات قوة دفاع البحرين في العديد من المهام النبيلة ومن ضمنها حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة رافق سعادة وزير دفاع أذربيجان خلال الزيارة السيد راسم رضا بيف سذفير جمهورية أذربيجان المحتمد لدى المملكة والمقيم بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له اشتركوا في القناة